اشتركوا في القناة امي معيك حق هنني اللي اشتكوا علي للمحكمة شلون يعني هنني اشتكوا شو قالوا لك ما قالوا اي شي يعني بس حكينا شوي تعرفي هن الناس كتير رائعين فهموا انه ما علي اي زم وانه ما كان عندي خيارتان امي وعدوني انه رح يسحبوا شكوتهم رح رجع شهادتي يا سلام تخيلي رح اقدر عيش بك ربير لاخر حياتي فرحتي لي ما بهار بكفي انتي ما رحتي اللي عند عيلة مروة لا ما رحت انا اجيت لعند الشخص يلي اشتكى علي وبركي بيسامحني انتي عم تتهميني هلا؟ بكفي امي لا تفكريني غبية وما بفهم ما فيني اسمحلك تضلي بكرة بيان لك يا في امي كلها الدنيا ممكن تدمر مستقبل بنتا فهميني انتي شو من بين الامهات؟ لزمي حدودك ولا تصرخي هون انا امك وبعرف مصلحتك اكتر منك هلا هيك عم بتفكري بمصلحتي؟ خسرت شهادتي بسببك امي لا تصرخي طول كل هالسنين كنت امه قبله اليك انا ربيتك لحالي وما حدا ساعدني لهالسبب انا مضطرة احميكي بابا ما مات انتي اللي ما كنت تسمحي لي شوفه وانتي منعتي حتى ينذكر اسمه بالبيت يلا روحي واشتكي لابوكي لكان هو بيقدر يحل كل شي فورا ممكن بلمسه السحرية منه ترجع لك شهادتك يعني متل ما انتي اخدت شهادتي بلمستك السحرية؟ هلا شو ما صاويت ما رح يسمحوا لي حتى دافع عن نفسي بالمحكمة عن جد ما في اي فرق بينك وبين ابي ها؟ واقفي بعتقد يمكن في فرق لانه بابا مستحيل يساوي فيني هيك يمكن انا كرهت الشخص الغلط طول كل هالسنين هاي موسيقى 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 لا تذكر أنا ما رح طول بالحكي بس اتصلت فيك لو وضعك يمكن ما عاد نقدر من التقي شو صار؟ صحبوا شهادتي وياللي اشتكى علي ما كان من عائلة مروة طلعت أمي ما عاد فيني ظل بك ربير لأنه ما ظل شي ساوي بس اليوم المترح رح روح مشان أخذ غراتي زالت بس هيك هدا ياللي رح تقوله زالت كتير زالت أساسا أنا الغبية ياللي اتصلت فيك هلا شو بدك يعني يقول يعني ما فيك تقولي لا تروحي أنا ماني فاضي هلا إذا ما قدرت شوفك انت بيها على حالك بساطة معرفتك يا فوز أهلا وسهلا المسكتولي جولاق كانت مهمة صعبة بس مسكنا عن جد راجع على اسطنبول ليش كان نبين من صوتي اني عم بمزح سحبوا مني شعاتي ما ضل اللي شغل بك ربير صدقيني بهار ما كان فيني يحكي معاك اليوم لهيك اضطر يتسكر بوشك بعدين انت حاولت تنقزي مروة ما لازم تتكافأي هيك خسرت حبيبتك ومروة خسرت حياته وأنا خسرت شغلي يعني أنا بكون خسرت أقل شي بيناتكم ما إلي حق دايا ابنه بالعكس انت خسرتي مهنة مهمة ما بعرف وقت كنت صغيرة كنت حسدة كتير لأمي بس واضح انه انتهت أحلامي كطبيبة معناتها خلصت مغامرتك بك ربير اتعودت على الحياة بهالمكان وحتى اني حبيت لا تلاقي أنا هون ورح أهتم بك ربير توعدني بوعدك يمكن اجي بعدين يمكن ما اكون هون بل كي بتجي عاستنبول ممكن ما اقدر رح اسألك سؤال بس يعني تجاوبني بصراحة سألي قل لي انت شو رأيك فيني بهار انا ماني ولد صغير ما بظن انه في حدا بالدنيا ممكن ما يعجب فيك يعني اعجبت فيني يمكن لو كانت الظروف غير يعني مثلا لو ما ماتت يلي بحبة او لو ما عملو حالي على وفاته ولو اني ما كرهت حالي لهالبرجة ولو ما عم بتمنى الموت دائما ساعتك كان هدفي اني فوت على قلبك واحتله بعرف بس ما فيك تعطيني فرصة بهار انت حلوة وبتاخدي العائل زكية وقوية ليش لحتى تقضي حياتك عم تستني شخص مثلي لحتى يحبك بستنك للأبد اذا رح تحبني بس ما بعرف اذا رحبك انا ما بستحق هالشي منك لا تدخل انا بقرر مين رحب طيب على كلنا جربت حظي اذا بتحبي فيك تضربيني كيف شو كيف بدي فضي مخزن فيك تعالي لهم للأسف يا بهار نحنا عم نودع بعض اذا نفكر انه بنت حلوة متلي بتستسلم بسهولة بتكون غلطان صرتي متل عساكر القوات الخاصة اللي ما لازم نستهين فيهم بالمرة شوفك حضرة الضابط شوفك يا دكتورة 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرحبا انا بهار بدي احكي مع ابي ماشي عم بيستنم بنتكن سيدي بنتي بابا صار انفجار باستنبول انتو بخير لا تسألي بنتي وضع البلد ما بيطمن باري مشغول عليك يا بنتي ليش رجعتي على هداك المكان اللي اسمه كرباير لا تقلق انا بخير هون ايه في عندك شي مشكلية تارى بالحقيقة في عم بيقولوا انو ممكن ينقلونا من هون مو انت رجعتلي شهادتي ممكن تساعدني بهالشي انا بعتقد بيكون منيح اذا بنقلوكي لهون بابا بتمنى تفهمي ما فيني انترك الناس اللي هون وهنين بحاجتي كتير بكم مبسوطة وانا عم ساعده طيب ماشي متل ما بديك انا ما فيني زعلك بنوب بس المهم تدي ربالك على حالك طيب بتشكرك علي كل شي ماشي بنتي بشوفك يلا نلعب مهار افا كيفك يا حلوة شلونك اليوم وليلي مرحبا مرحبا كيفك انت نيحة انت كيفك نيحة بحبك الله يعطيكم انا ما فيه يا اختي الله يعافيك اوتا يلا لكان عيدية مرة تانية يا عصفورة با تا را دقيقة مرة تانية منعيدهم مع بعض با تا را برافو عليك وليوم مرة اخيرة لحالك با تا را برا برافو عليك كفك شطورة تا جيت لوقات مموناسب يلا لاشوف انت روحي ويلعبي مع رفقاتك شو هالمفاجأة الحلوة؟ تا تعرفيني انا ما كتير بحب المفاجأات بلا جد مو من زمان كتير نحنا مالتقنا فانسيت هالشي طلعتي عم تستنيني والسكين بيدك لا تكون فكرت اني رح عانقك كنت مفكر انك رح تفرحي لكن شو رأيك ساوي حفلاك؟ بظن الاحسن ان يروح يا فوز لكن رجعت على كاربايير لا تقلق ما رح ضل كتير رح ينقلوني على الاغلب انت اجيت وانا رح روح شايف القدر يا فوز؟ متضايقة مني مو هيك؟ ابدا ليش لكم متضايقة منك؟ ما اتصلت ولا سألت؟ انا عندي سؤال بس يا ريت تكون صادق تمام واذا مو متعلق بالشغلي بجاوبك طول الفترة الماضية ما اتصلت فيني وما سألت اذا ميت ولا عايشة اش لهن؟ تجيك الجرقة فجأة لا تظهر قدامي يا فوز من عيونك اللي بيصغروا فجأة؟ عنجت يمكن هالشي وراسة بعيلتنا شو هات؟ وراسة متأكدة؟ فكرت انك مساوي عمليات تجميل؟ انت مريضش؟ شو بدك مني هلا؟ وليش اجيت؟ ما في حدا تاني احكي معه ما راح تقولي شي؟ ما بحرف ما عندي شي احكي شو بدك يعني يقولي؟ احكي شو بدك مجموع احكي 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 شو بدك على التاريط شو بدك احكي كنا نرى خاطرك بهار عفكراً بسط بشوفتك هو أنا بابا؟ بنتي؟ كيفك يا روحي؟ مين الرجال بهار؟ لعرفكم صديقي إجال عندي زيارة الضابط يفوز كراسو بعرفك يا فوز بابا مرحبا يا فوز بابا؟ خير؟ أنت فاجأتني؟ أنا بس حبيت زورك شو ما فيني زور بنتي؟ آي طبعاً أهلين وسهلين بس ما توقعت يمكن الأحسن نترككم لحالكم بلسك؟ لا 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 أنا جوعان شو رأيكم نروح سوا وناكل بشي مطعم؟ بابا يمكن يعفوز مشغول لكن أنت ضابط بالجيش أنا ملازم أول آه طيب أنت وين بتخدم؟ يعني شو هو اختصاصك؟ خلينا نقول عسكري وبس بما أنه ما لك حابب تحكيلي فمعنا تقدم القوات الخاصة هنن دائماً يحبوا يخبوا كل شي آه طيب أنا رح جيب أغراد وأنا لازم أمشي بالإذن شرفت معرفتها اخاتذ إخلت اخاتذ اخاتذ موسيقى اخاتذ 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 اخوات اشتركوا في القناة